وقبل ما نروح لك وقبل ما نهي معك يا كريم في حالتين الزمالك دعم 11 لعيب فإدارة الزمالك قد تكون فعلت معاليها لكن يبقى أداء اللعبة في الملعب والمدربين في مشكلة مقارنة بالأهلي لا الأهلي عنده مشاكل كتير منها اللي أنت قلت في الإنترو الأهلي لم يدخل المركاتو بشكل جيد فعلى الأهلي أنه يدخل المركاتو الشتوي بشكل أقوى كثيرا مما دخلوا في الصيف جميع إيه تدعمات بقى الأهلي محتاجها في الانتقالات الشتوية أنا بتكلم عن الأهلي تحدينا عشان هو مدخلش بشكل قوي في الصيف وإنت بتتكلم في نادي أهلي داخل على كاس العالم العندية وطبعا بطول الأفريقية زي نادي الزمالك محتاج إيه بصة كريم الأهلي بيلعب هو 4 2 3 1 عشان الناس تبقى معنا كده إيه الشكل الأهلي عنده مشكلة فيه الأهلي عنده مشكلة هنا في مركز 8 العيب الثاني اللي بيلعب ما كان عمر الصلايا مش عشان هو سايق الناس لازم تراين هو عند 4 أو 30 سنة بيلعب في مركز محتاج مركوب كتير محمد محمود ما كان شيء بقى جايد في المركز ده غير جاهز يا كريم الأهلي دانوا فرص كتير أنا على فكرة من أكتر اللاعبين اللي كنت مستبشر بهم خير لعيب عنده حلول عارف بندور دايما على لعيب رقم 8 المتطور ده مفيش في النهاية محمد محمود كان حل مهم جدا لمنتخب مصر النادي الأهلي لكن لم يتطور أعتقد أنه بخروجه قدامه فرصة ذهبية الضجوة هتشمل عليه شوية فممكن يرجع للنادي الأهلي مع بداية الموسي مركز تمانية لعيب هنا مع عمر الصلية والدر بالعب وحمد ماتح أحيانا جنب ديانج والدر بالعب وديانج أحيانا جنبه لكن لا انت محتاج لعيب كواليتي مختلفة يقدر يشيل الفرقة في البوزيشن ده البوزيشن حساس خاصة في الضغط العالي اللي بيعمله اللعيب مركز تمانية اللي بيطلع يضغط مع المجموعة الأمامية مع الرباعي ده فمهم جدا اللي هيب عنده قدرات بدلية ولا هيب يقدر يعمل الترانزيشن لنادي الأهلي المكان مهم جدا جناح جناح ناحية اليمين جناح ناحية الشمال هتقولي تمو الأهلي عنده أجنيح طيب لو أهلي حل مشكلة الكهرباء ومارسل كل رئيسك في قدراته قدر استعيد عن البوزيشن ده في وجود أحمد عبدالقادر إن أنا أستخدم جناح ناحية الشمال لكن محتاج على أقل جناح ناحية اليمين ومركز الصداء مركز المهاجم الأهلي ما ينفعش يدخل بدون هذه التدعمات فنتكلم على جناح أو اتنين بنتكلم على مركز تمانية بنتكلم على مهاجم صريح بكواليتي معينة ليه؟ المكان ده ما فيه نقص زي مركز تمانية المكان ده فيه لعيبة ككم فيه عند يحسن حسن شدي حسين ومحمد شريف لكن ككواليتي أنا محتاجة أعمل أبجريد وروح لمهاجم عنده قدرات مختلفة طليقة بالنادي الأهلي وأخيراً يا كريم مكان يخضع للرؤية الفنية هل هيقدر يكمل الموسم ويرجع كريم فؤاج يشتغل تاني في البكرايت رغم أنه هو تركيزه عليه أنه يلعب في الجناح مع محمد هاني ولا النادي الأهلي محتاج أنه يلعب عنده بلعيد بديل مكان بعد إصابة أكرم توفيق لأنه في الغالب الموسم بدأ أكرم توفيق انتهى الأهلي عنده كاس عالم أندية وعنده بطولة أفريقيا فأعتقد مركز الباك اللي محتاج لتدعيم وأعتقد الأهلي حاطت أكتر من لعب على الردار كلم عليهم بقلب الحلقة شكرا للمشاهدة